صباح الخير رعب الملك أن تكون معلما دينيا ومعلما استثماريا كبيرا لأبناء المحافظة والتي أتت بمكرمة ملكية سامية للحديث حول هذه الواحة وتفاصيلها يستعد أن يكون معي على الهواء مباشرة وعبر برنامج يوم جديد عطوفة المهندس حسين كريشان الرئيس التنفيذي لمنطقة معان التنموية صباح الورد صباح الخير والله يعطيك العافية في هذا الصباح الجميل نقول كل عام أنت بخير سيدي كل عام أنت بخير والوطن بخير وشعب الأردن بخير وإن شاء الله عم الأمن والأمان على هذا البلد وعلى العائلة الهاشمية وعلى الأمة الإسلامية والعربية عطوفتك نحن الآن متواجدين في واحة الحجاج كما قلت سالفا سابقا بأن أتت بمكرمة ملكية سامية تعطينا تفاصيل هذه الواحة كيف أتت المرافق المختلفة لماذا أتت هنا بالتحديد في مدينة معان سيدي الله يعطيك العافية أخراج مرة ثانية نقول واحة الحجاج تاريخ معان تاريخ كبير وتاريخ على طريق الحجيج عبر الزمان وكانت معان محطة دائما للحجيج وإلى وهي بيت سبيل في معان دائما للحجيج والمعتمرين والمسافرين أيضا فهذا تاريخ بالنسبة إلى معان كانت واحد الحجاج في مدينة معان في وسط معان قديما قبل حوالي عشر سنوات وأصبحت بين المحلات التجارية ولا تتسع إلى الحافلات وكثرة الحجيج فارتأ جلالة سيدي أن يكون أحد محاور منطقة معان التنموية هو محور واحة الحجاج والذي نحن الآن فيه وهذه مكرمة ملكية سامية والحمد لله وأنجزنا المرحلة الأولى فيها عام 2016 وهي تقوم بتقديم الخدمات للحجاج والمسافرين عبر الخط الصحراوي باتجاه الديار المقدسة وقد تم تفويج أربع أفواج من 2016 في هذا المكان وكان له الأثر الكبير الطيب على الحجيج من عرب فلسطين ومن الضفة الغربية ومن الدول الأخرى وأيضاً الأردنيين فهي المحطة على طريق الحجيج من أجل تفويجهم إلى الديار المقدسة أعطفتك تتحدث الآن يعني شو الخدمات اللي بتقدمها سبعت هناك اتفاقيات أبرمات في هذه المدينة طبعاً إحنا منحكي عن المرحلة الأولى وهناك مراحل أخرى بالنسبة إلى فرص استثمارية في هذه المنطقة الخدمات الآن التي تقدمها واحة الحجان بالنسبة إلى الحجيج هناك عيادة صحية وتعاون ما بينه وبين وزارة الصحة أيضاً هناك تعاون ما بينه وبين الأمن العام وهناك محطة فحص للحافلات للتأكد من سلامتها وأيضاً هناك تعاون ما بينه وبين وهم الأساس بواحة الحجاج لتقديم الخدمات مع وزارة الأوقاف وأيضاً الدفاع المدني وجميع الجهات المختصة ومحافظة معان من أجل تقديم أفضل السبل وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله وكان له الأثر الطيب وعند تجربة ثلاث أربع سنوات سابقة كان له الأثر الطيب على حجاج بيت الله الحرام أيضاً هناك بالنسبة إلى واحة الحجاج فرص استثمارية كبيرة في المستقبل هناك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة قطعة الأرض واقعة على الخط الصحراوي 150 دنم ضرب الخط و50 دنم شرق الخط هناك دراسة لإقامة محطات وقود على الجانبين وهذه فرصة استثمارية للمستثمرين ودعوة لهم أيضاً هناك فرصة استثمارية لعمل محلات تجارية وعمل محلات لخدمات الكهرباء والميكانيك وغيرها من الخدمات التي تقدم للحافلات والسيارات المارة بجميع الاتجاهات أيضاً هناك تم الاتفاق ما بيننا وبين مستثمر من أبناء معان لتشغيل هذه الواحة على مدار السنة علماً بأنه تم اتفاقية والحمد لله في الوقت الأخير مع شركة النقليات جيت لتكون هي المحطة الوحيدة عبر هذا الطريق أيضاً هناك فرصة استثمارية أخرى لإقامة فندق أربع نجوم في نفس المكان في نفس المكان المكان المتسع والحمد لله هناك أيضاً فرصة للمحسنين لإقامة مسجد في هذا الموقع نحن نسعى إن شاء الله أيضاً لإقامة مسجد هناك مصليات فيها خدمات كثيرة موجودة يوجد مصليات في هذه الواحة يوجد خدمات صحية كاملة يوجد أيضاً بازار يقدم التعاف وغيرها إلى المسافرين وإلى الحجاج سؤال الأخير عطفتك هناك احتفال بعيد الشجرة بعد غد الثلاثاء شو ترتبات منطقة معانة تنموية في هذه المنطقة الجميلة جداً حقيقة التي تقع في منطقة حيوية في واحة الحجاج يعني لها من اسمها نصيب واحة ونحن نسعى صرعنا فيها حوالي 4500 شجرة من أنواع الشجر وسوف نقوم بزراعة هذه السنة إن شاء الله وسوف يكون هناك احتفال غداً إن شاء الله أو بعد غد في واحة الحجاج عيد الشجرة سنقوم بزراعة حوالي 3000 شجرة جديدة في هذا من الزيتون وغيره من الحرتي كل الشكر عطوفة المهندس حسين كريشان الرئيس التنفيذي لمنطقة معانة التنموية شكراً زيزين لك على هذا الصباح الجميل عبر برنامج يوم جديد صباح للعواجان كل الشكر لإلك من محافظة تمعان يعطيكم ألف عافية شكراً شاهد شكراً إبراهيم شكراً إلك جديد من هنا من مدينة تمعان وبحكي في النهاية إذا عطشت وكان الماء ممتنعاً فلتشر من دموع العين يا بلدي وإذا سقطت على درب الهوى قطعاً أوسيك أوسيك بالأردني يا ولدي شكراً شاهد شكراً إبراهيم شكراً جزيلاً لجميع الزملاء في برنامج يوم جديد